طبيب جراح يداوي قلوب الناس لكنه قد لا يجد من يداويه فالمكان المخصص للعلاج واسمه المستشفى لم يعد في حالات كثيرة سوى مشاهد توثقها الكاميرات تنقل لقطات العنف والموت للكوادر الطبية في العراق يدفع العنف ضد الأطباء بالهجرة أو التفكير فيها هربا من موت محتم فالقاعدة عند ذوي بعض المرضى أن لا يموت مريضهم وإلا فإن الطبيب مخطئ ولو لم يكن كذلك حقيقة صادمة عندما كشفت صحيفة الجاردين البريطانية عن أن بغداد لوحدها فيها ما نسبته 87% تعرض للعنف في العمل في حوادث الهجوم بالسلاح والاعتداء بالسكاكين أو الضرب بالعصية في العام الماضي وثقت وحدات بحوث واستقصاء أكثر من 72 ألف طبيب بعراقي مهاجر مع محاولات حكومية لعادتهم لكن دون جدوى تغيب الجدوى خصوصا عندما يثق الطبيب في العراق أن استمرار الاعتداء عليه من قبل ذوي المرضى في حال الموت أو غياب فرصة العلاج للمريض سيذهب بهم إلى الإصابة أو الموت ودفع العنف الأطباء إلى مغادرة البلاد بأعداد كبيرة ووجدت دراسة أجريت عام 2017 أن 77% من الأطباء المبتدئين كانوا يفكرون في الهجرة أسباب أكثر أهمية يراها أطباء أن استخدام العشائرية في التأثير على أمن وسلامة القطاع الطبي طورت طريقة جديدة للابتزاز مثل تهديد الأطباء وعائلتهم بعقوبة عشائرية تصل أحيانا إلى 200 ألف دولار توقيت خطير عندما يتعلق الأمر بارتفاع نسبة الأطباء الذين ينون الهجرة تزامنا مع حاجة العراق الماسة بكادر طبي كبير لمواجهة أو بيئة متلاحقة ومتراكمة